موسيقى مساء الخير وأهلا بكم وإن شاء الله تكون كانت ويك أند لطيفة عليكم ونواردنا في سنة أولى حلقة جديدة وإن شاء الله تكون مفيدة وإن شاء الله تكون ويك أند تكون ريحتوا فيها من تعب الإسبوع وتعب الشغل وتعب الدراسة وتعب كل حاجة والنهاردة حنبدأ حلقة الإسبوع كله حقيقة النهاردة الأسبوع ده يعني مسكر كده وكله فاكha وجميل خالص عندنا النهاردة حلقة مرباط وحلقة المرباط النهاردة مش حلقة مرباط عشوائية هي حلقة مرباط فاكهة الموسم الموسم اليومين دول كلها مناسبة تتعامل مربة مفيش أحلى من كده الخوخ رخيص البرقوق رخيص المش مش رخيص التفاح البلدي رخيص ايه تاني يا ربي العنب نزل وسعره ممتاز فاحنا حنلم النهاردة كل الفكهة اللي موجودة اليومين دول وسعرها حلو نعمل بيها مربة حنلاقي وفر رهيب عن المربة اللي بنشتريها جهزة وطبعا مفيش أكيد أنا مش محتاجة أقول لكم الفرق بين مربة البيت والمربة الجهزة مربة البيت موضوع تاني خالص يعني الشركات بتعمل مربات جميلة وكل حاجة بس البيت موضوع تاني البيت أنا عارفة أن أنا بحط فكهة فقط فالمربة بتبقى موضوع تاني خالص بعملها على مزاجي عايزة سيب الفكهة سليمة عايزة فرمها عايزة قطعها أنا حرة بقى فمربة البيت بصراحة ليها موضوع تاني خالص الفكهة النهاردة كلها أسعارها ممتازة في السوق والحقيقة انا مش يعني عايزة نفسي اقول لكم الاسعار بس انا مش فاكرة سعر الكيلو بالزبط لان احنا متخصص الفاكهة واستاذ الفاكهة عندنا بابايا فانا بحيوة لهو دلوقتي لسه كنت بقول للاعداد ان انا عايزة اتصل ببابا اه اه اسأله اخليه اقول لكم اسعار كل حاجة ايه في السوق دلوقتي اه ايه بلاش نصحتي يعني ماشي دي نصحتي تمام خلينا نقول عندنا ايه مرباط النهاردة عندنا مربة خوخ ومربة مشمش ومربة برقوق ومربة عينب احمر عينب اخضر ومربة طفاح كمان كل دي مربات معانا النهاردة هنعملها وهنتكلم على التكنيك الصحيح والطريقة الصحيحة عشان نعمل المربة ونحفظ المربة ونحافظ على المربة وكل حاجة طيب نبدأ اول حاجة بمربة الخوخ عندنا مقدرها هتنزلكوا على الشاشة حالا عايزين اتنين كيلو خوخ مقطعينهم قطع صغيرة او متوسطة على حسب ذلكو كيلو ونص سكر انتوا عارفين ان انا سكري في المربة قليل بس ليه انا النهاردة وهو الصح الكلام الصح يعني ان المربة تاخد اتنين كيلو سكر اللي يقدر يستحمل مقدار السكر الكبير اوي ده وعايز يعملها كده ما عنديش اعتراض بس انا شخصيا ما بستحملوش فانا بقلل من مقدار السكر لو فاكها مسكرة بطبعها بخلي المقدار اتنين لواحد يعني ايه يعني المثلا اتنين كيلو وعنب ياخدوا كيلو سكر لكن لو فاكها من اللي انا عارفة ان فيها مازازة بقدر ازود المقدار ده شوية عشان يحافظ على عمر المربة اكتر ويديها قوام ولمعة احلى وطعم احلى فمثلا الخوخ هنا فاكها مززة شوية فانا حطال كل اتنين كيلو خوخ كيلو ونص من السكر نص معلقة صغيرة ملح لمون وعصير لمونة وبس مش هنستخدم اي حاجة تانية غير كده طيب نتكلم شوية عن احنا عاملين ايه هنا مبدئيا كده من احد اسباب نجاح المربة ان انا اخد الفاكهة اقطعها واخلطها اوفرقها بالسكر واسبها ليلة كاملة محطوطة في السكر في التلاجة اللي بيحصل اللي انتو شايفينه قدامكو ده خليني اجيب معلقة عشان اواريكو بوضوحة اكتر اللي بيحصل ان الفاكهة بتتبل بتبدأ تطلعلي شايفين سيروب تقيل قرب كده يا مصطفى معي انا عايزة بس واريهما وقد ايه تقيل كأنه جلي اهو بصوا كأنه جلي مع ان انا ولا حط جلي ولا حط اي حاجة ولا اي حاجة هو الفاكهة لما بتبات في السكر بيسحب السكر كل السوائل بتاعتها وكل العصارة بتاعتها بيدوب فيها فبيدعملي العسل اللي انتو شايفينه ده او التقل اللي انتو شايفينه ده ده غير ان الفاكهة بطبيعتها فيها مادة الباكتين باختلاف نسبها طبعا في فاكهة بيبقى فيها الباكتين اكتر من فاكهة تانية فالحركة الصغيرة اللي احنا عاملناها دي كمان بتشد لنا او بتنشط لنا كل الباكتين اللي في الفاكهة فبتخلي المربة تعقد حلو جدا معايا وتربط حلو جدا معايا ويبقى فيها الصوس بتاعها منها فيها كده لاحتاج تقضيف جيلاتين ولاحتاج تقضيف باكت جيلي ولا اي حاجة من الكلام ده طيب الكلام ده بقاله ليلة او عشان يعني ما بقاش كزيبة ما بقالوش ليلة بقالو كم ساعة لان احنا عاملينه النهاردة الصبح لكن لو عملتوها كمان ليلة هتديكم نتيجة احسن فالفاكهة بنفرقها بالسكر وانسيبها ليلة كاملة في التلاجة حنيجي تاني يوم نلاقي بقى السيروبي اللي طالع ده بقى تقيل قوي بقى شفاف قوي وحلاقي اني ما عنديش اي سكر فاضل بنعمل اي حلة وبصوا كده عشان نتكلم عن تصنيع المربة او تجهيز المربة كل ما كانت ادواتي معقمة ونضيفة كل ما المربة عمرها طال يعني لو اقدر اعقم كل حاجة حلمسها وانا بعمل المربة ياريت هتقولولي نعقم ازاي يا صارة عندنا كزا طريقة ياما بنعقم في المايكرويف بس نتأكد ان الحاجة اللي احنا هندخلها تدخل المايكرويف نشغل بس المايكرويف عليها 30 ثانية او ديئة بتتعقم ياما بنعقم بدورة سريعة سخنة في غسالة الاطباق ياما بنعقم بان احنا بنزل الحاجة في حلة مية مغلية ده طرق التعقيم المتاحة لنا وتاني بأكد ان كل ما الحاجة اللي انا بستخدمها كانت معقمة وانا عارفة ان ما فيش فيها بكتيريا كل ما عمر المربة طال لان البكتيريا هي عدوة اي حاجة بنحفظها مخلل صصات صلصات مربات فعشان كده بنحاول نسعب قدر الامكان ان احنا نتخلص منها بقدر الامكان الحلة بتاعتي على النار وهنزل الخوخ ودايما بحاول شايفين السكر مش مسكر بقى خلاص بقى عامل زي السوس وايه وطبعا تسيبه اي حاجة من المقدار لان ده مقدار دقيق ومظبوط لازم كله ينزل معايا اهم حاجة بقى لما نيجي نعمل المربة من احد النصايح يعني اللي هتوفر لكو خسارة كبيرة ممكن تحصل وجهد كبير ممكن يضيع وتوسيخ وحاجات كتيرة قوي دايما الحلة اللي عمل فيها المربة تكون اكبر من كمية المربة اللي فيها بحبة حلوين يعني مثلا خلوا الفاكهة ما توصلش للنص والتلتين بالكتير هتقولولي ليه هقولكو عشان احنا عندنا محتوى عالي جدا من السكر ويرد انه يفور فعشان ما يفورش ويطلع برا الحلة ويبهدلي لانه توسيخ السكر او حرق السكر على البوتجاز بشع بيطلع الروح في انه ينضف ده غير ان انا هتلهوك طبعا هقوم جاية مسك الحلة دي بيدي وفيها سكر فاير درجة حرارته 400 درجة مقوية هيبقى حرق وحش قوي 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 ربنا يبعد الشر عنكم جميعا فارجوكو دايما الحلة اللي نعمل فيها المربة تبقى مش مليانة لاخرها عشان اضمن ان في مساحة للسكر يغلي براحته من غير ما يفور برا الحلة او يعمل اي مشاكل يبقى احنا كده حطين الخوخ بتاعنا على النار بعد ما فرقناه بالسكر ليلة بحب اعمل حاجة بلاحظ انها بتفرق جدا في جودة المربة بتاعتي ان اول ما حطت على النار اغطي مش انا سيبقى في السكر ليلة عشان السكر يشد منها المياه والسوائل الحركة دي بقى كمان بتشد بقيت المياه اللي فضله فغطوا المربة لحد ما تبدأ تغلي اول غلوة ساعتها بس هنكشف عليها الغطى لكن استنوا كده عليها شوية حتلاقوا ان الفكهة نزلت كمية جوز وعصارة تغليكوا عن اي اضافات تانية فحتبقى المربة بتاعتكم 100% طبيعية كده مربة الخوخ على النار وقلنا شوية معلومات مهمة عن المربة ندخل على المربة اللي بعديها مربة المشمش عشان اعمل مربة المشمش عندي اتنين كيلو مشمش برضو مقطع قطع ممكن على فكرة الفكهة بتاعتي تبقى انصاص ممكن تبقى مفرومة ممكن تبقى قطع ممكن تبقى مفروم على قطع ممكن اسبها كده قطع كبيرة وبعد ما تستوي خالص بالهند بلندر اخدها ضربة سريعة لو انا عايزة مربة نعمة عندي كل الاختيارات وكلها متاحة وما فيش فيها مشكلة المشمش برضو من الفكهة اللي فيها شوية مزازة فبالتالي انا عارفة ازود في مقدار السكر فمستخدمي له كيلو ونص سكر يبقى 2 كيلو مشمش قطع حطا لهم كيلو ونص سكر نص معلقة صغيرة ملح لمون وعصير لمونة نفس الكلام اللي قلته برضو انا فرقت المشمش بالسكر وسيبقى ليلة في التلاجة فعمل لي ايه نفس السيروب اهو بص تاني معايا يا مصطفى بصوا شايفين نفس العسل اهو ده مش عاملين اي حاجة ولا حطين اي جيلاتين ده طبيعي كده هو نزل من المربة لمجرد ان احنا نقعناها او فرقناها بالسكر وسبناها ليلة معا طبعا انا لو سايباها ليلة كاملة كمان مش هنلاقي حتى اثر للسكر اللي على الوش ده هنلاقي كله السيروب الشفاف التقيل ده وحتبقى المربة بتاعتي كده ايه على الخط الصح علشان تطلع مظبوطة لكن انا مجرد ان انا حطها من الصبح ومع ذلك عملت كده فتخيلوا بقى لو انتوا سايبينها من بالليل هفتح النار على عين البتجاز التانية وطبعا بقى يا جماعة عيننا مع المربة بتاعتنا عشان المربة سكر السكر لو تلسع مش هيبقى بقى كرامل لا هيمرر وحيبوز لي المربة بتاعتي انا سمع اصوات كده هنا فاجي ابص واشوف ايه اللي حصل بصوا بدأت اهي تغلي وبرضو في شوية مية زيادة نزله نزله ليه عشان انا مغطية فالبخار بيتعاون معايا وبيشدلي الحبة اللي فضلين من مية المربة مادام لسه ما غليتش اقدر افضل مغطيها هياخد المشمش احطه في الحلة التانية ويبقى كده احنا حطين على النار مربتين المشمش والخوخ شايفين التقلو شايفين العسل اللي فيه والسيرب التقيل اللي فيه كل ده اثر الفرق بالسكر والنقع ليلة كاملة هياخد كل السكر انزله حد عايز يقول حاجة حاضر ناخد ام اميرا على التليفون واحنا شغالين يا ام اميرا اهلا وسهلا اطع الخط يا ام اميرا كلمينة تانية حبيبتي واهلا وسهلا طبعا بقى فيه شوية اضافات بتعود للزوء الشخصي انا مستغنية عنها النهاردة كلها علشان اخلي الموضوع عام او جنرال شوية مش مربوط بازواء وطبعا كل واحد يقدر يضيف برحته اقدر احط في المربة بتاعتي عود قرفة مربة الفراغلة مثلا لما بيتحط لها وقعود روزماري بتبقى روعة اقدر احط مكسرات لو انا عايز امربة بالمكسرات اقدر احط قرنفل اقدر احط سنة صغيرة فانيليا كل دي حاجات بترجع لزقنا الشخصي تقدروا تحطوها لو انتم بتحبوها لكن الاساس طبعا هي الفكهة السكر ومادتين الحفظ اللي عندنا عصير اللمون بيمنع السكر انه يسكر الحاجة التانية ملح اللمون بيطول من عمر المربة لانه هو في الحقيقة مادة حفظة قلنا شوية معلومات اتمنى ان اللي عنده اي استفسار يتصل بنا في الحلقة علشان الفكرة ايه ان لما تسألوني السؤال في الحلقة واجاوب ناس كتير قوي احتسمع الاجابة وتستفيد فعشان كده دايما بتمنى ان يكون عنده استفسار يسألنا في البرنامج ويسألنا برضو على صفحة القناة او صفحتي لانه برضو دي بتبقى فكل الناس بتشوف الاجابة فبتبقى المعلومة اشمل بكتير جدا هنطلع فاصل صغير جدا ولما نرجع نكمل حلقتنا النهاردة المسكرة جدا بكل انواع المربة دي فاصل صغير ومستنياكم وارجعنا من الفاصل ومعملناش اي حاجة وانتم مش موجودين المربة غليت فبالتالي انا شلت الغطا من عليها خلاص مربة المشمش انا برضو مغطية عليها لحد ما تغلي بس هي لسه ما غليتش فانا سايبة الغطا عليها هنلاحظ بقى حاجة انه فرقة السكر بالفكهة وانا احنا نسيبها فيه ليلة عشان بتعمل حاجة زي الشرباط فالشرباط انا شايفة على فكرة ما تخفوش فالشرباط ده او العسل اللي بيطلع من الفكهة ده بيبقى زي مادة حافظة كده بتغلي في الفكهة فبتفضل محافظة على لونها بشدة فيجينا المربة الزهية الجميلة اللي لونها حلو شايفين فيه ريم كتير بيتجمع على الوش محتاجين نشيله دلوقتي لا اتقله شوية مش لازم تشيله اول بول يعني ممكن نصبر شوية كده المربة بس ايه تتقل حبة ونبدأ نشيل الريم من على الوش ليه لان فيه مقدار من الريم ده بيختفي بعد ما السكر يبدأ يعقد فحنصبر عليها شوية طيب عندنا مربة تالتة مربة البرقوق تعالوا نبدأ فيها ونشوف مقدرها ايه عندنا كيلو برقوق مفروم وكيلو برقوق مقطعينه حيطة صغيرة ومقشرينه هحكيلكوا دلوقتي بنقشره ازاي يعني بنقشره الاول وبعدين نقطعه عارفين ازاي بنعمل الطماطم الكونكاسي اللي بنشقها كده علامة اكس من تحت ونحطها في مياه مغلية وبعد كده نشيل القشرة نفس الطريقة هتتعاملوا بيها معا البرقوق هتقشر معاكم بكل سهولة وحتطلع القشرة روفيعة خالص من غير اي هدر في اللحم بتاعه كيلو نص سكر ونص معلقة صغيرة ملح لامون وعصير لامونة نفس الكلام اللي عملناه في المشمش وعملناه في الخوخ عملناه في البرقوق فرقناه من مبارح بالسكر او احنا في حالتنا يعني من الصبح وبرضو حنلاقي ايه بصوا الشربات بتاعه اهو شايفين كاين يحطى جيلاتين او جلي او حاجة كده مخليها فيه صوص تقيل في الفكهة وانا في الحقيقة مش حطى اي حاجة ولا عاملة اي حاجة فاحنا كده الخوخ بتاعنا او اسفل برقوق جاهز لان احنا نشتغل بيه طيب يسارة ينفع عمل ببرقوق اسفر ينفع طبعا ولا اي مشكلة اشارنا البرقوق ازاي تاني نحكي كده واحنا بنحط البرقوق ده على النار البرقوق يا جماعة خدناه جهزنا حلة مليانة مياه مغلية كل برقوق اشقناها بالسكينة على متأكس من تحت ونزلناه في المياه المغلية ياخد يعني فنتوسة حرارة كده مش عايزينه يغلي قوي عشو مش عايزين ينزل ميته او طعمه في المياه دي مجرد ما الهوى الرتوبة والبخار بيدخلوا بين عند القشرة بتفصل القشرة عن اللحم فحضراتكم هتطلعوه هتنزلوه في مياه ساقة عن تلجة وتلاقوه بيتقشر معاكم بكل سهولة طبعا ايه ضرورة الطريقة دي او ليه بنعمل كل ده علشان ما نخسرش اي حاجة من لحم البرقوق ما انا لو مسكت سكينة وقعدت قشر هخسر كتير من اللحم فانا مش عايزة ده يحصل فبالتالي بعمل بالطريقة دي عندي هنا حل على النار وعندي هنا البرقوق طبعا برضو نفس الكلام انا مش عايزة اخسر اي حاجة من مقداري فبالتالي كل العصارة كل السكر كل حاجة بسباتشولة كده ودي يعني الصراحة من اعظم الحاجات اللي قدمتها لنا لسباتشولات او الشخص اللي اكتشف او اخترع لسباتشولات ده اي ان كانوا وامين الله يكريمه يعني انها بتخلينا نعرف ناخد كل حاجة في البولة من غير اي هادر والهادر هنا مش بس من يعني احنا طبعا حرسين جدا على ان احنا ما نكونش بنهدر في المكونات بس الهادر ده برضو ليه ضرر تاني انه بيأثر على المقدار ما هو انا كده باخد من المقدار بتاعي السكر على فكرة الحبة اللي بيبقوا فضلين في الحلة او في البولة او دول بيتهيقلكوا انه هما حاجة عادية بس هما بيبقوا كمية كبيرة جدا يعني ممكن تلاقوا ان كوباية سكر كاملة نقصة من المقدار لمجرد ان هي فضلت في البولة فطبعا عشان حاجة زي دي ما تحصلش بنحاول دايما ان احنا نحافظ على مقدار الحاجة بان احنا نزلها كلها في البولة المربة عندي تمام جدا ومعايا تليفون الو الو اي اصفرة يا بابا عامل ايه الحمد لله ازايك الحمد لله بما ان انت متخصص الفكهة ممكن تقول لي اصعار الفكهة ايه بس ما تشرب الشاي وانت سايقة لا مش ه بابا عمل لي كوباية شاي الصبح واخدتها وانا نزل وقعد باقي قلقاني يعاني ان انا حاشرب الشاي وانا سايقة ما تدلقش والله يا بابا لا انا مش خايف اتدلق انا خايف بالحوادث اه ما تدلقش ما حصلش حاجة ما تخايفش بس يا بابا اسعار اللي فكهة دي كنت تسألي عليها اه الخوخ يا بابا سعره ايه بس يخودي كده مني بالترتيب يعني مش المش مش من تمانية لعشرة جنيه من تمانية لعشرة جنيه اوكي البطيخ من خمسة لستة جنيه تمام العينة بالابيض اتناشر تمام الاحمر خمسة عشر اوكي بس خلي بالك انا بقولك الاسعار من وقع فاتورة انا شاري بيها وبابا على فكرة مش شاري من منطقة رخيصة بابا شاري من التجامع الخمس لا من الاسواق اه فيعني وبعدين قعدت برضو هتتفاجئوا انه ممكن المحلات الكبيرة الفخمة اللي هايبر ماركت الكبير اه فين الصوت اه انا معاك يا بابا بتقول ممكن الهايبر ماركت الكبير ايه يبقى ارخص من السوق علشان الكميات مثلا بيبقى عامل عروضه كده صحيح لا عشان حاجات ما عاربش عشان لا التاجر في السوق بيه يحبط لأسهار جوزافية كده من عنده حسب الجو يعني يعني ده بابا هو الخبير في الفاكهة عندنا فان عشان كده جبتوا النهاردة بعد التليفون يعني بابا الوقت ده منيسب ان الناس تعمل المربات دي صح اه طبعا اخذ الملحوظة المهمة دي قل الفاكهة كل ما كانت سريعة التلف كل ما كانت رخيصة في الصيف علشان بيبقوا عايزين يبقوها ويخلصوا منها بسرعة صح يعني المش مش يقعد عند التاجر بالكتير يوم فعشان كده سعرها بيبقى رخيص في الموسم عشان كميتها كبيرة فهو مش عايز يبقى عنده هدو خادي انت عاوزة سعر الايه البرقوق ستاشر خمستاشر اربعتاشر ممكن اوكي والتفاح يا بابا عشان احنا عاملين تفاح برضو النهاردة التفاح ستة ونص ستة ونص البلدي المصري صح المصري حلوة قوي حلوة قوي الكيوي الوحدة بجنيه وربعة الكيوي الوحدة 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 تمام المنجة من تلاتين لاربعين كيلو بس لسه بوا ده مش احسن وقت ليها صح لسه عايزة شوية دلوقتي موسم الخوخ اه عايزة شوية المنجة لسه والبرقوق والتفاح المصري الموسم بتاعه تمام هم اللي انا عملت الحلقة زي ما انت قلتلي انا سألت بابا ايه الفاكهة لموسم بتاعها دلوقتي وسعرها حلو فقال لي اللستة دي فعملتها مرباط علشان في وقت طبعا مناسب اغلى فاكهة في السوق الموز الموز دلوقتي غالي ليه بقى الموز بستاشر جنيه ليه غالي دلوقتي مفيش انتاج مش مش موسم موز اوكي انتاجه لاجل جدا تمام شكرا يا بابا شكرا ربنا يخليك شكرا يا بابا بس انا كنت عايزة اقول لكم المعلومة دي عشان اللي يجي يعرف من اي وصفة من دول يبقى عارف سعر الحاجة اللي هو حيروح يشتريها حتكون ايه ويبقى عارف ان دلوقتي سعر مناسب او وقت مناسب انه يعمل الحاجة دي لانها في احسن وقت للسعر ليها طبعا مربة الخوخ عمالة تغلي انا شلت شوية من الريم اللي على الوش عايزة وريكو ايه شكل الريم ده بصوا بيبقى زي الرغوة البيضة كده هوا عشان اللي بيعمل اول مربة ممكن يكون اول مرة في حياته يعني مربة ممكن يكون مش عارف شكله عامل زي الرغوة كده او الفوم بيبقى على الوش وبنشيله ليه هو مفيش في حاجة وحشة يعني مش مش هيبوز لنا المربة بس بيعكر لونها بياخد من اللون الشفاف النقي بتاعها وبيعكر لونها فعشان كده بنشيله لكن هو مش حاجة وحشة او حاجة لها طعم مش كويس لأ اطلاقا مفيش فيه اي مشكلة هو للشكل الجمالي عشان مربة تكون احلى طبعا هنا مربة المش مش بصوا عمالة تغلي وعمالة برضو تعقد عشان كده لحظوا بقى كل اللي بيحصل دلوقتي ايه المربات بتفور السكر بيعلى جدا في الحلة عشان كده حذرتوك وقلتلكو ايه نستخدم دايما حلة اكبر من كمية الفاكهة اللي احنا حطناها فيها حتى انا المش مش يعني وانا مغطيها فار مني حبة من السكر حتى وهو هنا هيغلبونا في التنظيف بس معلش بقى هو ايه اللي حصل يعني وهنا مربة البرقوق الربة تغلي انا ما زلت مغطي عليها طول ما هي مغليتش اقدر غطي عليها اول ما تغلي لازم ارفع الغطى يا امه السكر حيفور وحيبهدلي الدنيا خالص فانا كده ايه حقفل عليها نص قفل عشان هي لسه محتاجة زقة علشان تغلي معنا ام اميرا عالتليفون يا ام اميرا اهلا وسهلا اهلا اهلا بحضرتك اهلا بحضرتك اهلا وسهلا يا فنو تفضلي ازاي كشيف الحمد لله يا حبيبتي الحمد لله بقول لها حضرتك انا مجوزة بنتين اوكي ماشي وجايبة قرور جايبة ايه جايبة قرور ان انا مجوزة بنتين مش سامعة حضرتك جايبة ايه معلش قرور قرور اوكي قرد قرد فهمت خلاص فهمت حقصت حضرتك تفضلي اه عشان اتجوز يعني البنتين اه فانا الحاجة كترة اولي يعني عايزة مساعدة او شغلية ان انا حاضر حاضر من عيني يا فندم لو نقدر نساعدك حنعمل اي حاجة وتليفونك حياخدوه الاعداد اه لو قطع كلموها تانية جماعة انا اه اه ما نعرف اه انا عرف تمام تمام وربنا ان شاء الله يحللك الازمة من عنده ويوسع على الجميع ومن عناية حبيبتي لو في حاجة نقدر نعملها بالتأكيد مش هنتأخر هنطلع بقى فاصل صغير جدا ولما نرجع هنعمل مربة طفاح ومربة طفاح فيها ميزة لطيفة جدا انها بتاخدش وقت كتير على النار وليها بقى استخدمات فاضيعة وهي مش مربة قوي من المعروف للمربة قد ما هي كأنه طوپنج او صوص تقيل او حاجة زي كده بين المربة والطوپنج هنطلع فاصل صغير جدا ولما نرجع منه نكمل مرباتنا مستنياكم ورجعنا من الفاصل وعملنا ايه مش مش على النار الخوخ البتجاز عندي العيون خلصت من جوتر المربات فانا وديته المطبخ التحضير يسيبوها على النار لحد ما يكمل سواها لان انا شلت الريم منه على وشها فخلاص متطمنة ان هي بس عايزة تفضل على نار متوسطة وده مهم بقى جدا ما بنسبش المربة على نار عالية يا جماعة بنسيب المربة على نار متوسطة لهدية وده بيدي نتيجة احسن بكتير شايفين شوية الريم اللي على وش المش مش برضو حاجة كده عدي اشيلهم الفكهة انواع بقى فيه فكهات بتطلع ريم كتير قوي فيه بتطلع ريم معقول وبرضو نوع السكر بيفرق جدا وده ومدة النقع اعنا الفكهة مع السكر قد ايه كل دي عوامل بتفرق وبتأثر على كمية الريم اللي بتطلع باكد تاني الريم ده مش حاجة وحشة ولا حاجة بتبوز المربة ولا بتأثر على طعمها اطلاقا كل الموضوع انها بتاخد من شفافية المربة ولونها الفاتح المبهج الجميل اللي احنا بنحبه فبنشيله عشان كده لكن لو حصل وحضرتك ما شلتهوش او ما شلتهوش كله وفضل منه شوية مش نهاية العالم اطلاقا ومش هيأثر على جودة المربة او طعمها في اي حاجة هيأثر على شكلها فقط لغير البرقوق برضو بيغلي وبرضو عامل ريم بس انا هستنى عليه شوية شايفين خلاص مدام احنا عملنا خطوة الفرق اللي بقولكو عليها دي احلى حاجة فيها ان السكر ما بيدوب يعني في ثواني ما بيلحقش حتى يسكر ولا يعمل لي اي مشاكل عيني طبعا مع كل حاجة عشان ما تفرش وندخل على الحاجة الربعة اللي عايز اعملها وهي مربة التفاح ومربة التفاح بنعملها بالقرفة بتكون منتهى الروعة والجمال اللي عايز يستبعد القرفة مفيش مشكلة اللي عايز يضيف للقرفة جسط الطيب وقرنفل وفانيليا برضو بتبقى جميلة جدا مفيش مشكلة لكن انا مكتفية قلت ان خلينا في الوسط ونعملها بقرفة بس النهاردة هنحتاج اتنين كيلو طفاح بلدي مفروم عايزين تقشروهم براحتكم انا شخصيا ما بحبش اقشرهم بحب القش كيلو سكر بني واثنين معلقة كبيرة ارفة باودر ممكن تقل او تكتر على حسب زقنا الشخصي وعندنا كمان ربع معلقة صغيرة ملح لمون مربة البرقوق انا شايفها كده ايه عالية قوي في الحلة فقطت النار عليها خايفة تفور وبقلب بس بطلع البخار بس امورنا تمام كده ونيجي نتكلم عن التفاح وعملنا ايه في التفاح عملنا نفس اللي عملناه في كل المرباط فرقنا التفاح بالسكر البني الفرق ان احنا حطينا اللامون مع التفاح عشان انا مش عايزي سود وزي ما انتم شايفين كده السكر دايب وعمل سوس زي الكرامل برضو حوره لكم دلوقتي وبرضو حتلاحظوا ان السكر ان التفاح ما سودش اطلاقا ومحافظ على لونه جدا 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 وده برضو كان احد اهداف ان احنا نحط له اللامون تعالوا شوفوا السوس اللي حصل هتفتكروا ان انا حطى عليه كرامل وانا مش عاملة اي حاجة غير ان انا حطى السكر البني فرجتوا بيه وسايباهم مع بعض من مبارح طب يا سارة ما عنديش سكر بني فيه عند حضرتك حلين يا تعمليها بالسكر الابيض عادي جدا مش هيقول لا يا اما الاختيار التاني ان تعمليها بسكر ابيض وتضيفي شوية عسل اسود هيديك نفس طعم ولون السكر البني ده اختيار وده اختيار اللي يناسب حضراتكم ما عنديش اي مشاكل هحطها على النار وبنفس الطريقة عايزة انزل كل اللي باقي في البولة فنجيب الاسباتشولة حبيبتي وننزل كل حاجة بس زي الفل وحنسيب على النار العالية لحد ايه ما تبدأ تتكسف وتغلي ساعتها حنقوم مواطين النار انا حبدل الحقيقة البرقوق هجيبه هو هنا قدام عشان النار العالية دي علي عليه قوي وهجيب التفاح وراء بما انه ايه لسه مغليش اعادة ترتيب طيب شوية الريم اللي على وش البرقوق دول هقوم لماهم كده طبعا يبقى شيء ظريب جدا ان انا انزل السوق زي بابا كده اجيب مجموعة من الفاكهة فاكهة موسم وارجع البيت مرة واحدة اقفة ونضف الفاكهة بتاعتي وافرقها بالسكر واسبها في التلاجة وتاني يوم ارفعها عن نار تبقى مربة يعني دي من الحاجات اللي يفضل ما نعملهاش في نوع واحد لا دا احنا نسنل نفسنا وبالمرة كده نعمل كزا نوع مرة واحدة في لسه عندي شوية ريم على وش البرقوق فانا هاسحبهم بأكد تاني ملوش اي تأثير عالطعم ليه تأثير عالشكل فانا عشان عايزة مربتي تبقى شكلها بنفس جودة طعمها ببزل شوية جهد في ان انا قلم الريم من على الوش لكن لو ما تلمش مش هيأثر عالطعم في اي حاجة هيعمل بس شوية تعكيرة كده في لون المربة فلو حد مش فارق معا دا ما هيشغلش نفسه يلا بينا نيجي نشوف مربة المشمش حصل فيها ايه ايوة معانا فرهان على التليفون شرهان شرهان على التليفون يا شرهان اهلا وسهلا شكرا لحضرتك نورتينا وحياجي ألم شوية الريم اللي فاضلين على مربة المشمش بالراحة كده لان هو ايه خلاص هي شبه عقدة انا محتاجة شيلها بس الرز البسماتي الاصفر تلت كبايات رز هيحتاجوا ست كبايات من المرأة مرأة الفراخ بتدي احسن نتيجة بنحط على النار شوية زيت وبنحط مع الزيت كم فص حبهان وكم ورقة لورة وكم عود قرنفل وكم عود ارفة خشب وبنشوح التوابل سريعا في الزيت اتشوحت وطعمها ورحتها تلعو بننزل لها الرز ياخد معاها تقليبة بعد كده بنضف له زعفران باودر حضرتك حاجبيه من عند الغطار والمرأة وممكن شوية كوركم لو بتحب طعمه بس يعني هو الزعفران الباودر بيدي نتيجة افضل طيب حضفينه كمان لتلات معالق مثلا لتلات كبايات الكبار معلقة كبيرة من السكر ومعلقة كبيرة من مية الورد حتزبط طعمه جدا المربة بتاعة المشمش خلصت خلاص انا بس عايزة الم شوية الريم اللي فضلين على الوش وانا بلمهم كده تعال اقول لكم مقدير مربة العنب الاحمر والاخضر مربة العنب الاحمر هنحتاج كيلو عنب او تعالوا نقول المقدير مرة واحدة لانهما نفس الحاجة يعني سواء حعمل العنب الاحمر او الاخضر هستخدم المقدير دي كيلو عنب صحيح احمر او اخضر وكيلو عنب مفروم برضو احمر او اخضر هحتاج كيلو سكر ولاحظوا ان انا حطى كيلو سكر بس لاتنين كيلو عنب هتقولوني شميعنا العنب هقول لكم العنب مسكر جدا مفوش بقى المزازة بتاعتلكم المشمش والخوخ فلا يعني محتاج سكر اقلي اما بتبقى صعبة جدا فكيلو سكر لاتنين كيلو عنب ونفس نص المعلقة الصغيرة الملح اللمون ونفس عصرة اللمون انا عايز ارجع مربة المشمش على النار ثانية هحط لها بقى النص معلقة صغيرة ملح لمون دي المادة الحفظة بتاعتها وهحط لها عصير لمونة تقريبا هيكون معلقتين كبار هقلب بقت زي الفل وقوامها بالزبط زي ما انا عايزاه واشيلها من على النار عندي اختيارين على فكرة في المرباط يا اما سيبها كده قطع يا اما اضربها بالهند في البلندر انا عامها انا شايفة بصراحة انها المشمش مسلا بحبها كده قطع فمش هضربها بالهند بلندر ابدا انا عايز اجيب انت تقيلة قوي على ايدي كده ليه نجيب الطفح ده هنا على النار العالية ونجيب البرقوق على نار متوسط يا الله بينا وعندي بقى مربت العنب اللي انا عايز اعملها نفس الكلام انا خدت العنب فرجته بالسكر اهو ومنمبارح قاعد معايا هنا طيب نشوف الفرقة دي عملت في ايه الفرقة دي شايفين خلت فيه سيروب تقيل ازاي زي الشرباط تقيل جدا وشد كل مية العنب نفس الكلام هنا في العنب الاحمر حلاء المية دي شفت ولما بتقعد ليلة كمان كاملة مش هتشوفوا اي ابيض من اللي انتو شايفينه ده السكر بيبقى داب تماما وبقى شفاف وبنفس الطريقة بنرفع على النار فنطلع فاصل طب ماشي ماشي نطلع فاصل اوكي عايزة بس اوريهم حاجة واحدة قبل ما نطلع الفاصل قبل ما نطلع الفاصل انا عايزة اوريكم مربة المش مش بقيت عاملة ازاي قوامها شايفين طيب انا اعمل اختبار للمربة ازاي ده مشكلة كبيرة عند الناس بس اعرف المربة استوت ازاي هنعمل الاختبار ده مع بعض في ثانية واحدة عشان اورهه لكم بناخد طبق مفروض كده وحاخد معلقة من المربة هحطه هنا وسيبوا يهدى من الحرارة خالص ممكن اواتدخلوا التلاجة بس انا بفضل ان انا سيبوا يهدى من الحرارة بطريقة طبيعية فانا حسيبوا يهدى من الحرارة وحطلع معاكم فاصل دلوقتي لما نرجع هنبص بقى كويس اوي مع بعض ومع مصطفى في الطبق ده ونشوف شوية ملاحظات كده تعرفنا ان المربة بتاعتنا مش بس مزبوطة دي مزبوطة عالشعرة هنطلع فاصل صغير جدا ونرجع مع بعض اشتركوا في القناة ورجعنا من الفاصل ودلوقتي مربة العنب انا رسم مربعة عالنار بس انا طبعا عشان دي اخر مربة معاي في الحلقة فعارف انها مش هتنرحق تطلع فمجهزالها نسخة بنفس الطريقة هاخدها فحلة وارفعها عالنار ننزل كله الحلل الكبيرة بتريح يا جماعة في المربة انا قلتلكو اهو عشان ايه اخلطة مسئوليتي حتى لو هي تبانلكو كبيرة قوي بتريح جدا عشان بتقعد بقى المربة براحتها فارط ما فارطش السكر عالي معليش ما عنديش مشاكل انا مش قلقانة وحنرفعها على النار ونفس الكلام ينطبق على مربة العنب الاخضر مش محتاجة ان انا ارفعها معاكم انا مجهزالها واحدة من قبل الهوى عشان ايه نسيب مكاننا واسع هنا مربة البرقوق من المربات اللي الفكهة بتدوب فيها خالص عشان يعني ايه حتلاقوا البرقوق بتاعكو اختفى كده من الوجود وبقى سائل تماما عادي ما تقلقوش هي طبعتها كده وهو بيحصل لها دايما كده لان البرقوق لحمه احنا يعني ما بيستحملش اه طبعا احنا شلنا كل الريم من على الوش وسايبينها براحتها خالص تتقل وتعالوا بقى نتكلم عن علامة سوى المربة ايه العلامة اللي بتعرفني ان المربة استوت عايزة برضو اقلب التفاح والتفاح برضو نفس الحاجة ماش من الربات اللي تاخد وقت كتير نظرا لان لحم التفاح بيدوب بسرعة جدا شوية الريم اللي على الوش دول هشلهم في وقتهم بس هنحسيبهم شوية وحاجي اشوف العلامة بتاعتي احنا عملنا ايه قبل ما نطلع الفاصل حطينا معلقة من مربة المشمش هنا على النار اه على الطبق قصد دي طبقنا عادي محرارة الغرفة طلعبا من البوفي لما اجي عامل كده ايه اللي بيحصل بصوا مربة بتنزل بتقلي شديد لو عملت كده هو ما بتقعش مربة خلاص عقدت بقى والسكر ماسك فدي كده العلامة بتاعتي ان المربة مزبوطة انا عايزاها تبقى متماسكة فهو ودي على فكرة انا لا دخلتها تلاجة ولا جت جنبها انا سايبها على الكاونتر هنا من ساعة ما انتو طلعتو شايفين متماسكة ازاي بس في نفس الوقت لما بجي قلبها مش كتلة مش حاجة ملزقة ومع ذلك اهي تنزل ببطء شديد جدا كده اعرف ان هي استوت وحلاقي بقى ايه شايفين اللمعة بتاعتها عاملة ازاي ده عشان شلنا الريم شايفين السائل اللي فيها عامل زي الجلي بس هو مش جلي هو السائل الطبيعي بتاع الفكهة مع عقدة السكر وبقى ايه ادوق فظيعة الحاجة البيتي يا جماعة المربات بالزيت المربة البيتي موضوع تاني خالص مربة العنب ينطبق عليها نفس الكلام اللي قلناها على نهاب كل المربات حطناها على النار فضلنا نغلي فيها على نار متوسطة شلنا الريم بقت بالجمال اللي احنا شايفينه ده طبعا انا عندي مش لقية بس هنا في البرطمانات اللي عندي ملقيتش برطمانات صغيرة كفاية ان المربة تملاها كلها لكن هو صح ان المربة تكون مالية البرطمان للاخر تماما ما يبقاش فاضل منه اي حتة لان ده بيمنع وجود هوى وبالتالي بيمنع وجود البكتيريا وبالتالي بيطول عمر المربة وبيحافظ عليها فاللي عايز اقوله ان نحاول بقدر الامكان ان نخلي البرطمان مليانة على الاخر تعالوا نبص كده على مربة البرقوق قربت تتشل من على النار فقدر احط لها دلوقتي رشة ملح اللمون اللي بتعادل نص معلقة تقريبا وقدر احط لها السكر معلقتين كبار كده ملح عندي تعويرة في ايدي وجعلها ملح لموني فما اقولكوش بقى يعني نار اه نار 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 ايه البرقوق حطنا له اللمون وحطنا له ملح اللمون وانا حسيبه على النار شوية كمان هو فاضله حاجة بسيطة من العلامات اللي وانا على النار اللي تقول لي يلا بدأ يعملي الاختبار بتاعك وشوفي كده المربة وضعها ايه هتكون ايه لما اجي اعمل كده بصوا المربة بتنزل من على المعلاقة ببطء بتمسك شايفين شايفين النقطة بتنزل بالراحة ازاي فدي من العلامات اللي بتقول لي ان المربة قربت تتشار من على النار طيب مربة طفاح حين حصل فيها ايه نجيب بس معلقة او سباتشولا زي الفل عايزة ايجي قلم الريم اللي على الوش بس ادي تقليبة كده والم الجناب ومربة طفاح دي بقى عظيمة بتحطوها على الايس كريم بتحطوها على الشيز كيك بتحطوها في فطاير بتحطوها في سامبوسة منتهى الجمال اللي في الدنيا وليها استخدامات كتيرة جدا وحتحبوها قوي 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 والاسبوع ده بقى يعني عايز اقول لكم كده على حاجة لطيفة ان انا الصراحة ايه لما لقيت الفاكهة كده جميلة ولقيت الجو حر والموضوع ايه لا بصوا يعني ده مش ريم لما بحطوا في المعلاقة شايفين بيعمل ايه بيشف تاني يبقى ده مش ريم وما يستع شايفي يا مصطفى عامل ازاي رغاوي بس اه فده كده مش ريم ده كده بس من قصر غليان السكر مش محتاج ابدا ان انا شيله اسيبه براحته خالص اه بس فبقى احكيلكو بقى ايه انا ماشي نكلم ايه الاول يا ايا اهلا وسهلا يا ايا عاملة ايه الحمد الله زيك الشفارة ازايك يا حبيبتي قلبي انت اخبارك ايه الحمد الله يا رب دايما يا حبيبتي بحبك اول الشفار تسلميلي يا حبيبتي ده من زوقك بس مرسيك جدا على كل الرسلس اللي حضرتك بتقتل حال الله يخليك يا حبيبتي ده يساعدني اه ممكن اه ممكن اه اقرب من السلام اقمرين عاوزة صليت عمل نجريسكو ايه نجريسكو حاضري حبيبتي تقمريني من عناية الاتنين اتنورت يا ايا واهلا وسهلا شكرا يا حبيبتي في كده بعد ما شلت البرقوق من عنار شوية ريم بساط على الوش برضو عايز اشيلهم عشان تفضل المربة بتاعتي شفافة وجميلة فبشيلهم اهو كنت بحكي لكم ايه انا بقى كنت بحكي لكم على الاسبوع ده لما لقينا الجو حر كده والفاكهة جميلة فقلت بس ما بدهيش احنا الاسبوع ده كله هنمشي بالفاكهة وبالايز كريم انا عندي النهاردة بكرة اسفة وبعده وبعده ثلاثة ايام وارا بعد حلقات ايس كريم بس شوفوا بقى مش هسيب لكم اختراع من اختراعات الايس كريم مش هنعملوا هنعمل فانيليا وشوكولاتة وحناخدهم نعمل منهم حاجات تانية بتلاقوها في المحلات باسعار خرافية والولاد بيشباطوا فيها في محلات الايس كريم هتعملوا هلهم في البيت ولا اجدع محل ايس كريم وحنخصص حلقة كاملة لايس كريم الفاكهة للمون وبرتقان وكل اللي نفسكوا فيه هنعملوا بطريقة طبيعية تماما من غير مكانة ايس كريم ومن غير اي غلبة في الدنيا وحتبقى النتيجة ان شاء الله جميلة وحنيجي اخر يوم في الاسبوع باذن الله نعمل بقى من كل اللي احنا عملنا ده مشروبات عشان تعرفوا كمان استخدام الايس كريم ده في المشروبات بيكون قد ايه لطيف وقد ايه سهل التوفاح يعاني معاه طبعا علشان ما يحصلش اي مشكلة والسكر يتحرق ويمرر ويبواز للدنيا فكل شوية لازم اجي كده ادي تقليبه وخلاص انا اطمنت اللي على الوش ده مش ريم فمش قال انا منه بقى عايز افضي المربة دي في برطمان مربة الخوخ بتبنت سيلة قوي لما نيجي نحطها في البرطمان بس ما تقلقوش هتمسك وهتبقى زي الفل حقيقة الموضوع محتاج قمع واسع بس يعني مش عارف احنا عندنا ولا لأ بس قمع اللي بق واسع مش القمع الدايق يولا خلونا نشتغل بالمغرفة احسن شايفين لونها يا جماعة تحفة وانا برضو واسقة ان هي مظبوطة من حاجتين شايفين نزلتها من على المعلقة بتعلق ازاي؟ المطة والتعليقة دي بتعرفني ان هي لما تبرد هتبقى مظبوطة جدا 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 المربة بقى فيها زقين في ناس بتحب المربة بتاعتها تقيلة في ناس بتحبها خفيفة فحضرتك هتسيبيها على النار او حضرتك لحد ما توصل للقوام اللي انتو عايزينه لو انا بحب مربتي خفيفة يعني سيلة شوية يبقى اكيد حاشلها من على النار قبل ما تمسك المسكة دي لو انا بحبها التكتشر الطبيعية او القوام الطبيعي اللي هو ماسك نفسه ده يبقى خلاص حاشلها في نفس المرحلة اللي انا بشلها وانا عرفت خلاص الاختبار بتاعي على الطبق هعمل لكم برضو دلوقتي اختبار لما ربى البرقوق اهو تعالوا نعمل اختبار تاني ايه دي البرقوق نقوم عاملين ايه نفردها كده في الطبق نوزعها وهي سخنة بس نسيبها شوية تبرد وتوصل لحرارة الغرفة ولما تبرد هي هتقول لنا انا جهزة ولا لا طبعا بأكد تاني ان انا كنت اتمنى البرطمانات دي تكون مليانة لاخرها بس جابولي كل البرطمانات اللي عندنا ما شاء الله جبيرة يعني اه فالصح ان البرطمان بتاع المربى يكون مليان لاخره لو عندكو اي برطمانات صغيرة يا جماعة ياريت سمعيني لو في برطمانات صغيرة ياريت لان ده الصح يعني ايه طيب تعالوا نمسح ونتكلم بقى تاني عن المربى دلوقتي انا عشان اطول عمر المربى محتاجة ان انا احطها في برطمان معقم ومحتاجة ان انا احفظها بطريقة صحيحة انا في رأيي الطريقة الصحيحة ان انا بس اخليها بعيدة عن الحرارة خلاش جنب البوتاجاز ولا جنب فرن انا بفضل كمان بصراحة ان انا سشيلها في التلاجة مع ان يعني هي مش بالضرورة تتشال في التلاجة بس مش هيخسر انا بحس انه حاجة يعني بتحافظ عليها اكتر فللأ بس كده مربة البرقوق الجميلة حواريكو دلوقتي الاختبار بتاعها هنتكتو ايه مربة الخوخ يا جماعة فاكرينها عندكو على البوتاجاز ممكن تعبوها لي في برطمان كمان ازا ممكن يعني اه دي مربة المشمش وادي مربة البرقوق نيجي بقى نشوف التفاح حصل في ايه اعتقد ان احنا خلاص شايفين ولو جيت عملت كده هلاقي برضو الصوس بتاعه بينزل شايفين نقاط تقيلة فده كده يعرفني ان هي خلصت مربة التفاح ممكن اسيبها حتة كبيرة زي ما انا سايبها كده وممكن اضربها حاجة ترجع لي تماما وممكن اخد يعني اقسم البلد نصين اضربها نص ضربة ده برضو اختيار ممكن يكون متاح جدا تعالوا نعمل كده فانا هاجي هنا وهاجبها كده بالهند بلندر او في الكبه او في الخلاط هضرب نص ضربة موسيقى شايفين انا عملت ايه انا ضربت بحيس ان بقى فيه بيوري خالص مربة تفاح نعمة تماما بس لسه في قطع عشان انا بصراحة عايز الاقي حتة تفاح في بقي كده لسه في قطع بس نفس الوقت عايز الاقي سوس خفيف فده كده اسم لنا البلد نصين وزبط لنا الدنيا اللي مربة الخخ يا جماعة بفكركم تاني عندكو برطمان ولا ده ولا سيبلكو واحد اه يلا ماشي انا هكمل والقرفة انا هحط لها شوية قرفة كان المفروض احطها على النار بس ما فيش مشكلة سهوان يعني نسيت احطها على النار ما يجراش حاجة فهحطها دلوقتي وهقلب وطبعا القرفة اختياري ممكن اعملها من غير القرفة تماما وممكن اسيب القرفة برا واللي يحب يضيف على المربة بتاعته براحتكو تم الله لا شامين الريحة يا جماعة شامين رحة القرفة ايوة يعني عايزين ولا لا ما انا عندي هنا ما انا عندي هنا ما تشلونيش انا صاحبة عاية انا صاحبة عاية عرامة عليكم كده اه ايوة يعني في الاخر برضو ما فهمتش سملكوا برطبان ولا لا اصلا انا مش هاختم غير اما المربة دي تدخل تعالوا بصوا نختم يا وحي يا سبحي اشهدوا ان لا اله الا الله بصوا بقى مربة البرقوق اللي برضو كانت تبدو سائلة تماما واحنا بنحطها بصوا انا قلبة طبقة اهو تماما خالص شايفين بتنزل ببطء ازاي؟ ومع ذلك لما اجي اعمل كده اهي خفيفة وبتتقلب بس نزلتها من على الطبق بطيقة ده كده يعرفني ان ما ربتي صح وانا برضو 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 مش قادرة قوم عارفين طعمها مكسن بين ايه؟ كأنكم بتاكلوا قراسيا بس مسكرة وفيها مزازة بقى الخخط البرقوق الطبيعي بالضبط نفس الطعم ده من احلى المرباط اللي ممكن تعملوها ماما جاهزي برقوق عشان هنعمل مربط برقوق بس خلاص فلا جميلة فاضل عندي بقى مربط التفاح احطها في برطمان تاني عايز اتكلم بسرعة عن تعقيم البرطمانات تعقيم البرطمانات يا جماعة بيتم عن كذا بكذا طريقة يا اما هحطها في المايكرو ويف لو عندي مايكرو ويف طب ما تفضوها لي مفيش اي لفل من التعاون كده ماشي يا اما هنحط البرطمانات في المايكرو ويف يا اما هندخلها في دورة سريعة بغسالة الاطباء نص ساعة مش اكتر يا اما هننزلها في حلة مليانة مية مغلية وما رجعش امسكها بايدي بقى امسكها بمساكة والمساكة برضو تبقى نزلت في الماية المغلية ومعقمة فدي الطريقة الكويسة اللي اقدر اعمل بها ايه اعقم بها البرطمانات عشان اضمن ان انا احافظ عليها عايزة افضي معاكو الخوخ بس الصراحة يعني مش عايزة امسكه بالمعلقة اللي فيها ارفة عشان اكيد طعمها هيكرف مع ان الخوخ لو حطط له ارفة هيبقى جميل نفس الكلام بصوا التقل ونفس الكلام ينطبق عليه والله عايزين نسيبه حتة هنسيبه عايزينه ناعم خالص هنضرب بالهند بلندر عايزينه نص ونص زي ما انا عملت في مربة طفاح هنضرب نص ضربة الموضوع يرجع لزقكم الشخصي وبرضو بيرجع لانا هستخدم المربة دي في ايه كل الفكهة اللي موجودة دلوقتي هتطلع لنا شوية مربات بجد والله مش هتلاقوها من اي مركة في السوق مهما يعني عملته مفيش حاجة بتوازي حلاوة المربة البيتي مفيش حاجة بتوازي كمية الفكهة اللي احنا حطناها فيها مفيش حاجة بتوازي فكرة ان احنا مش مستخدمين غير مواد طبيعية جدا لعملها كل دي حاجات لها تقدر بتامن ده غير بقى ان في متعة كده وجمال معين في الاداني اعمل المربة بنفسي كفاية اصل investigators ان انا اسمع حد من عائلتي بيقول والله ده مفيش احلى من المربة اللي بتعملها فلانا الكلمة دي الواحدها عندي بصراحة لها تقدر بتامن بتسعد كده بتعمل حالة من السعادة شايفين السيروب بتاع المربة شفاف ده برضو بيرجع لان احنا فضلنا نشيل الريم لو ما كنا شلنا الريم كان هيبقى طعمها نفس الحاجة بالضبط بس السيرب او الجيلاتين ده ما كانش هيبقى بنفس الشفافية دي الجيلاتين ده يا جماعة بيطلع من ايه هو عبارة عن ميكس ما بين الفاكهة آآ السكر اسفى والفاكهة والبكتين اللي فيها مادة البكتين هي اللي بتخلي السكر يربط لما احط مانا عشان كده قلتلكوا دخلوا ايلي عشان ما اخرجش لسه هي تانية لسه التفاح نحط بقى مربة التفاح وقاديكم شايفين شكلها ولمعتها وشفافيتها وطبعا ريحة القرفة مش قادر احكلكوا اللي عايز ياخد ريحة قرفة بس مش عايزها قوية قوي يقدر يعمل حاجة لطيفة جدا انه يحطوا كام عود قرفة خشب مع المربة وهي بتستوي ساعتها هياخد قرفة خفيفة المربة مربة التفاح من اجمل المربات اللي ممكن نحط معاها لوز او فول سوداني بيبقى روعة تقدروا تحطوا مكسرات الحقيقة في اي مربة انتوا عايزين تعملوها بتخليها احلى واحلى والمربات دي كلها هتقعد معاكم ست شهور على الاقل اذا ما كانش سنة يعني بس انا دايما بحب اقدي المدة الاقل علشان ابقى في الامان يعني فالمربات دي كلها هتقعد معاكم على الاقل لست شهور بشرط الحفظ بطريقة سليمة بتحفظوها ازاي انا شخصيا بفضل ان احنا نسلها في التلاجة لان انا برضو مقللة مقدار السكر عن مقدار الحفظ اللي هو كيلو الكيلو فافضل ان انتوا تسيبوها في التلاجة ده بيحافظ على شكلها وعلى لونها وعلى رحتها وعلى طعمها وعلى قوامها مدة اطول بطريقة احسن وطبعا نعمل حسابنا دايما ان لو هنشيل المربة في التلاجة بنعم بشيلها من على النار اخف شوي عشان التلاجة هتخليها تمسك زيادة وممكن نعمل حاجة لطيفة ممكن ببرتمان ناط صغيرة نسيب البرتمانات في التلاجة محفوظة ونطلع برتمان برتمان صغير كده قد اللي بنجيبه من السوبر ماركت على قد استخدامنا في الحالة دي يبقى احنا ضربنا عصفورين بحجر حافظنا على الكمية الكبيرة اللي عملناها بس في نفس الوقت المربة بتبقى احلى مش ساعة بتبقى احلى لما تكون في حرارة الغرفة فمازال عندنا البرتمان بتاعنا اللي في حرارة الغرفة ومحافظ على الملمس الناعم الطريب بتاعه مش ملزقة من التلاجة انا بامسح بس اللي وقع ده وانا كده ابقى عملت ولعبت معاكوا ايه كل حاجة عملنا شوية مربات جميلة بفكر تاني بشوية التعليمات اللي انا عايزكم تحفظوا عليها عشان تاخدوا احسن نتيجة من المربة بتاعتكم اول حاجة طبعا ان الفكهة تكون كويسة ده شرط يعني ان احنا بقى في موسم فنشتري انضف واحسن حاجة تاني حاجة ان نفرق المربة بالسكر ليلة كاملة الفكهة تبات في المربة اللي بالسكر احنا ممكن نعكس دول بعد اذنكم عشان دي اكبر بيات الليلة للفكهة في السكر هو كل الفرق في نجاح المربة بتاعتي وان احنا نخليها مزبوطة عالشعرة النصيحة التالتة ان احنا لما نحطها على النار وهي بردة نغطيها بحيث ان الفكهة تنزل اي مية باقية فيها فتبقى جزء من الصوس او السيرب بتاعي لكن مجرد ما تغلي بنرفع الغطى مجرد ما رفعنا الغطى بنوطي درجة الحرارة لدرجة متوسطة الدرجة المتوسطة تديني مربة احلى بكتير من درجة الحرارة العالية والدهدية كمان تديني احلى واحلى الحاجة اللي عايزين نقولها كمان الريم اللي هيتجمع على الوش هنشيله ليه مش هيقصر على الطعم في حاجة خالص المربح تبقى جميلة بي او من غيره لكن هيقصر على الشفافية مش هتبقى شفافة كده وبتلمع ممكن نلاقي فيها تعكيرة صغيرة الحفظ بنحفظ في حاجات معقمة ياريت كل حاجة استخدمها تكون معقمة ياريت الحلل اللي استخدمها عشان اعمل المربة تكون اكبر من كمية المربة بكتير عشان لو فارض او حصل اي حاجة لقدر الله ابقى انا في الامان دي كل الاختبار اللي عارفناه ان احنا بناخد معلقة من المربة وهي سخنة نوزعه على طبق يكون في حرارة الغرفة لو لقيت المربة بتاعتي تمسكت وما بقيتش بتقع على الطبق زي ما بيحصل اهو معايا دلوقتي ده معناه ان انا عاملة مربة مظبوطة قوامها صح ومسكة معايا مش تبقى سيلة وحعرف استخدمها في كل حاجة الحفظ بيكون في التلاجة بنحفظ كل البرطمانات في التلاجة ونطلع برطمان صغير على قد استخدامنا هو اللي يكون برا يخلص نطلع غيره عشان تفضل طول الوقت سليمة معايا وبأحسن حال انا سعيدة جدا بوجودي معاكم النهاردة والاسبوع ده كله انا متحة مثاله قوي لان احنا لسه عندنا حلقات جميلة جدا للأسابيع الجاية بكرة حلقة ايس كريم هنبدأ بايس كريم الفانيليا هنعمل بكرة ايس كريم فانيليا وحنطلع منه كمية انواع ايس كريم فضيعة هنعمل ايس كريم اوريو وايس كريم لوتس وايس كريم تشيز كيك وهنعمل ايس كريم ابل باي هنستخدم فيه المربة التفاح اللي احنا لسه عاملينها فعندنا اعادة تدوير كتير قوي اليومين دول والخوخ وكل الكلام ده هنستخدمه في الايس كريم هنطلع افكار جميلة جدا 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 وحتعجبكم جدا 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 فاستنونا بكرة فحلقة جديدة من سنة اولى طبخة هنبدأ سلسلة الايس كريم اللي ممتدة معنا لاخر الاسبوع وحنبدأها بايس كريم الفانيليا كنت معكم سارة عبدالسلام وعايز اشكر بابا مرسي قوي يا بابا عشان هو الوحي بصراحة للحلقة دي هو اللي قاعد يقول لي الفاكهة كويسة دلوقتي يعملي مربة وقاعد يقول لي الحاجة موجودة بكام وإيه اللي حلو يتعمل دلوقتي وإيه اللي سعره مناسب هو بصراحة اللي قال لي كل الكلام ده فبشكره جدا ربنا يخلهوا لي يا رب وكنت سعيدة معكم جدا في حلقة النهاردة اشوفكم على خير بإذن الله بكرة بحلقة جديدة من سنة اولى طبخة مع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة